السلام عليكم ورجعنا لكم في دي جديد واليوم موضوعنا عن الإضافات والتحديثات اللي بتنزل للعبة في الأيام القادمة وفي البداية بنتكلم عن الإضافات اللي تم تأكيدها وبعدها ممكن نتجه للإشاعات والتسريبات ونتقل اليوم 24 ديسمبر وإذا تجلت دخولك في هذا اليوم تجيك ملابس Green Lights Body Suit وNew Festive Lights Body Suit وعدد كبير من الملابس المجانية هذا بالإضافة لقاثف الألعاب النارية مع عدد من المتفجرات والدروع بشكل مجاني بالكامل نتقل اليوم 25 ديسمبر وإذا تجلت دخولك في هذا اليوم تجيك ثدية مميزة واللي هي الدبابة الصغيرة RC Tank مجانا مع اسمك موجود عليها ومثل ما قلت كل اللي عليك تسويه إنك تدخل للأولاين لفترة صغيرة وبتجيك الهدايا وطبعا إذا راحت عليك بتقدر تشتريها مرة ثانية ولكن بتكلفك مليونين تقريبا وما أقدر أعرف إذا بتقدر تضيف اسمك عليها مرة ثانية أو إن الاسم مخصص ليوم 25 فقط بكل الأحوال ما ودي أتكلم عنها أكثر لأنه بنسوي لها تجربة في يوم الإصدار وبنشوف كل التفاصيل الخاصة فيها من هنا ننتقل للإشاعات والتسريبات وبداية من الأركيد بيزنس ومن المعروف إنك تقدر تسرق ثلاث أنواع من داخل الخزنة الفلوس والذهب واللوحات الفنية ولكن الشغلة ما تنتهي هنا لأنه في إضافة رابعة تقدر تسرقها واللي هي المجوهرات أو الألماس وإلى الآن الإضافة غير موجودة عندنا وفي عدد من اللعبين قدروا يضيفوها في الأولاين بعد ما تلاعبوا في ملفات وأكواد اللعبة بكل الأحوال في إشاعة كبيرة تقول إن هذه الميزة بتنزل يوم الخميس القادم لذلك إذا عندك مهمة لسه ما خلصتها حاول تخلصها عشان تكون جاهز للمجوهرات إذا تمت إضافتها بنفس الوقت تكلمنا عن طريقة فتح أكفال البصمة في الفيديو الماضي لكن إذا تنتبه لعدد البصمات تقدر تشوف إنها ثلاثة ولكن عندنا أربع أماكن ويختلف العدد بالنسبة لأشياء اللي جالس تسرقها لذلك على ما يبدو بيتم إضافة بصمة رابعة للأبواب الخاصة بالمجوهرات داخل الخزنة من هنا ننتقل للمركبات وتحديدا السيارات اللي تقدر تستعملها في المهمات واللي الآن جربنا عدد كبير من السيارات الجديدة ولكن مع الأسف ما عندنا أمكانية شراء أي وحدة فيهم لذلك على الأغلب و90% سيارة واحدة من السيارات المقفلة تنزل يوم الخميس القادم وشخصيا أتمنى ما تكون سيارة رياضية عشان نجرب شيء مختلف ونبعد عن السيارات الرياضية شوي بما أن فوريا نزلت الخميس الماضي وأخيرا في بعض الإضافات اللي ما ودي أتكلم عنها لأن الإشاعات ضعيفة لحد الآن لذلك خلينا ننتظر للخميس الجاي ونشوف العروض الجديدة من هنا أكون وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد بإذن الله